موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم البداية مع العنوين رئيس الجمهورية يشيد بجهود الشباب في دعم الشرعية ويؤكد مواصلة دعم المقاومة حتى تحقيق النصر الكبير موسيقى مجلس الوزراء يناقش عددا من الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمستجدات على الساحة الوطنية المقاومة تستعيد نجد قسيم في تعز ومصر عددا من الميليشية في قصف لطيران في عدة مواقع موسيقى إلى التفاصيل عبر فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية عن استنكاره الشديد للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في أنحاء متفرقة من العاصبة الفرنسية باريس والتي أودت بحياة 128 قتيلا وأكثر من 250 جريحا وأكد رئيس الجمهورية في برقية بعثها لنظيره الفرنسي فرانسو هولند أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تتنافى مع كافة الأديان السماوية وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة ليس في باريس فحسب ولكن في مختلف دول العالم وجدد موقف اليمن الثابت إلى جانب فرنسا للتصدي لهذه الأعمال الإجرامية دعيا إلى تكثيف كافة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووصف رئيس الجمهورية العملية الإرهابية بالشنيعة والتي يجب محاربتها حتى تنعم كافة الشعوب بالأمن والاستقرار والطمأنينة وأعرب فخامته عن عظيم حزنه وعميق مواساة لرئيس الفرنسي ولحكومة وشعب فرنسا الصديق ولأسر الضحايا متمنيا للجرح والمصابين أشفاء العاجل التقى فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم عددا من الشباب شباب أعضاء مؤتمر الرياض للوقوف على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في مختلف المحافظات وجهودهم المتواصلة لإسناد الشرعية والعمل مع مختلف القوى السياسية في تحقيق طموحاتهم باعتبار أنه لا مناصة أمام الجميع سوى الانتصار لإرادة الشعب ودحر الإنقلابيين ومشوعهم الظلمية ووضع رئيس الجمهورية الحاضرين أمام المستجدات على الساحة الوطنية والتطورات التي تشهدها البلد على الصعيدين الميداني والسياسي مستعرضا الواقع المأسوي في ظل الإنقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي وصالح على مخرجات الحوار الوطني وتوافق الوطني وعلانهم الحرب على البلد بغية فرض أجندة دخيلة الذي أوصل اليمن إلى هذا الوضع الخطير الذي يرفضه الجميع وقال إن الإنقلاب الذي نفذه الحوثيون وصالح قوبل باستيان شديد من قبل المجتمع الدولي والشعب اليمني الذي انتفض لمقاومة البليشيا التي نهبت معسكرات الجيش واستحوذت على مقدرات الدولة وأعلنت حربها الهمجية ضد المدنيين الرافضين لمشوعهم الظلمي وأجندتهم الدخيلة الحلم بعوضة اليمن إلى ما قبل ثورتي السادس والعشرين ستمبر والربع عشر من أكتوبر المجيدتين وأضف فخامة رئيس أنه بفضل تلاحم الشعبي ومساندة قوى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استطاعت المقاومة الشعبية والجيش الوطني من تطهير عددا من المدن والمحافظات من الميليشيا الانقلابية وأكد الرئيس الجمهورية موصلة دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحقيق الانتصارات وتطهير كافة المدن والمحافظات التي تتواجد فيها الميليشيا الانقلابية حتى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة مشيرا إلى أن النصر قادم لا محالة وسيكون حليف المقاومة والجيش الوطني والشعب اليمني التيقل الحرية والمساوات والعيش الكريم وأشهد بالدور البطلي الذي تسطره قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات مثمنا تضحية الشهداء والجرحة الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الدفاع عن الوطن وكرامته وعرض المواطن وأشار رئيس الجمهورية إلى جهود السلام التي تتبناها الأمم المتحدة والمرتكزة على القرارات الدولية وآخرها القرار 22-16 للعام 2015 لافتا إلى أن الشرعية الدستورية داعية ودعمة للسلام على الدوام الذي يؤسس لمستقبل آمن للبلد ويبني اليمن الجديد القائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد انطلاقا من المسئولية الوطنية والأخلاقية تجاه المجتمع ما أكد عليها الإجماع الوطني من خلال مخرجات الحوار ومسودة الدستور الجديد بعيدا عن لغة العنف والإقصاء والتهميش والتعصبات والاستئثار المناطقي الفأوي وحي فخامته جهود مختلفة النخب الوطنية التي وقفت وبشجاعة في وجه المخططات الداخلية بل الدخيلة وكان لها صوتها المسموع ومواقفها الإيجابية في تعرية الإنقلابيين ومشروعهم الفأوي المقيت مؤكدا اهتمام الدولة بكافة القضايا لتحديات الملحة التي فرضها واقع الأزمة وإفرازات الحرب التي يعاني من تبعتها المواطن بصورة أساسية في اللقاء كذا الجميع مسندتهم ووقوفهم إلى جانب شرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية لما يتحلى به من روح وطنية وما يمثله من إجماع وطني وأقليمي ودولي باعتباره مسؤولا بقضايا الوطن ويحمل هم الوطن ومشروع اليمن الشديد الذي يتوق إليه جميع أبناء الوطن بعيدا عن المشاريع المنطقية وتلفأوية الضيقة كما أكدوا تفاعلهم واستعدادهم لإطلاع بأي مهام توكل إليهم لتقديم خبراتهم وإمكاناتهم لخدمة اليمن ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح عددا من الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية وفي بداية الاجتماع أدانت الحكومة بشدة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها أنحاء متفرقة من العاصمة الفرنسية باريس ورح ضحيتها أكثر من 128 قتيلا وأكثر من 200 جريح وعبرت عن أصدقي التعازي لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الهجمات الإرهابية ولحكومة وشعب فرنسو الصديق بعد ذلك بعد ذلك نقش المجلس عددا من القضايا المتعلقة بوزارة النفط وجميع شركات العاملة في مختلف القطاعات النفطية في البلاد حيث سمع المجلس إلى تقرير شامل عن عمل تلك الشركات وبحث سبل التعاون المشترك معها لما فيه المصلحة العامة كما جرى مناقشة عدد من القضايا القانونية المتعلقة بشؤون الوزارة وجميع الشركات العاملة للإسهام في الخروج بأفضل النتائج وبما يتوافق مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد كما وقف المجلس أمام تقرير غرفة العمليات المركزية والتي شكلت خلال الفترة لتنظيم كل الجهود الرسمية والمجتمعية للتخفيف من مجموعة الأعاصير التي تعرضت لها محافظات أرخبيل سقطرة والمهرة وحضرموت وشبوة كما أكدت الحكومة حرصها المستمر في تعزيز دور جميع السلطات المحلية في المحافظات للقيام بمهامها لا سيما في المناطق المحررة وأنها تقف بكل الإمكانات المتاحة لضمان استمرارية عملها لتطبيع الحياة وترسيخ الأمن في جميع تلك المناطق والمحافظات وخلال الاجتماع ناقش المجلس مستجدات لجنتي الإغاثة وإعادة الإعمار والتنبية وملف الجرحة وعددا من القضايا المتعلقة بوزارة النقل والكهرباء والمياه والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية أدانت الحكومة اليمنية بشدة التفجيرات الإرهابية التي شهدتها فجر اليوم أنحاء متفرقة من العاصمة الفلسية باريس ورح ضحيتها 120 قتيلا وأكثر من 200 جريح ووصفت الحكومة في بيان صحفية لها التفجيرات بالجريمة الشنيعة التي تتنأفى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية مؤكدة موقف الجمهوري اليمنية الثابت ضد العنف بكافة أشكاله وصوره أيا كانت مسبباته كما أكدت وقوف بلادنا إلى جانب فرنسا وشعبها الصديق وتأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وشددت على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي ومحاربة الإرهاب باعتباره آفة تستهدف الأمن والاستقرار في أرجاء المعمورة وعبرت الحكومة عن تعازل جمهورية اليمنية حكومة وشعبا إلى أسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الهجمات الإرهابية ولحكومة وشعب جمهورية فرنسا الصديقة متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل أعلن المجلس العسكري في محافظة تعز أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني تبكنا من استعادة السيطرة على منطقة نجدقسيم بعد أقل من يوم من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح عليها وشيرا إلى أن المقاومة والجيش الوطني خضى أمس معارك عنيفة مع الميليشيا وكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ووضح مصدر عسكري أن المقاومة زحفت صوبة مدرية المسراخ حيث دارت معارك عنيفة في محيطها في غضون ذلك ذكرت مصادر محلية أن مقاتلات تحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع للميليشيا في مدرية المسراخ وسقط خلالها عدد من الميليشيا بين قتيل وجريح موضحة أن طيران التحالف دمر أيضا منصة إطلاق صواريخ تابع على الميليشيا في منطقة الزياد قرب مدرية المخى الساحلية إلى ذلك قال مصدر في المقاومة الشعبية كأن الميليشيا المتمركزة في منطقة الدفاع الجوي غرب المحافظة قامت بقصف الأحياء السكانية في الجحملية وثعبات بمدافع وصواريخ الكاتيوشة مما سبب بسقوط قتلى وجرح من المدنيين أكد مصدر إعلامي أن مقاومة صبيحة بمحافظة لحج بعد التحامها مع مقاومة تعز شنت ظهر اليوم هجوما مباغثا على مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع الصالح في منطقتين المضاربة والوزعية وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأشار المصدر إلى أن رجال المقاومة هاجموا موقع البخيثة بالوزعية الذي تسيطر عليه الميليشيات وأدى إلى فرارها من مخلفين قتلهم وأسلحتهم وغنم المقاومون رشاشات ودخائر كثيرة أحرزت المقاومة الشعبية تقدما في شمال محافظة الضالع بعد سيطرتها على عدد من التباب مدينة مريس وتطهير قرية القهرة وفرض حصار على الميليشيات في منطقة الزيلة والعرفاف والحقب بعد تراجع تعديزاتها وتعرضها لخسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأكدت مصادر في المقاومة أن رجالها غنموا أسلحة كثيرة فضلا عن أسرها لعدد من مسلحي الميليشيات فيما لا تزال المعارك جارية في أكثر من جبهة كما تعرضت الميليشيات لهجمات عدة داخل مدينة ديمت شمال المحافظة التي باتت تشكل حالة من الإرباك لها خلال الساعة الماضية من جهة أخرى تفقد اللواء الركن علي مقبل صالح قائد اللواء 33 مدرع ومعه اللواء الركن سيف علي سكرة نائب قائد المقاومة الشعبية في محافظة الضالع عددا من المواقع العسكرية والأمنية في مديريتي الحسين والضالع القريبة من جبهة مريس وطلع قائد اللواء على الجهزية القتالية لأبطال المقاومة الشعبية والجيش والأمن المرابطين في سفوح الوديان وقمم الجبال يأتي هذا في وقت وصلت فيه تعزيزات عسكرية مختلفة إلى هذه المواقع وتشهد محافظة الضالع حالة تأهب قصوى استعدادا لمواجهة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لقي خمسة من مسلحي ميليشيا الحوثي وصالح في غارتين لطيران التحالف العربي استهدفتا موقعا لهم في بيحان بمحافظة شبوة وذكر مصدر في المقاومة الشعبية أن الطيران دمر أيضا مركوبة للميليشيا كانت تطلق صواريخ كاتيوشا على مواقع تابعة للمقاومة الشعبية في المديرية مشيرة إلى أن اشتباكات متقطعة دارت بين الميليشيا والمقاومة الشعبية بعد ساعات متقدم المقاومة في عدة مواقع بمركز المديرية غير أنه لم يعرف على الفور نتائج الاشتباكات استكملت المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف السيطرة على المدخل الرئيس لمديرية الحزم مركز المحافظة بتزامن مع تطهير مديريتي الخب وشغف شرق المحافظة من ديوب ميليشيا الحوثي وصالح المتمردة وأكدت مصادر قبلية أن المقاومة الشعبية تمكنت من استعادة السيطرة على العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة المتمردين بعد معارك شرسة تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في صفوفهم مشيرة إلى أن المتمردين انسحبوا من منطقة سوق مدرية الحزم وأجزائم من محيط المجمع الحكومي الذي فرضت عليه المقاومة حصارا محكما دشنا وزير الشباب والرياضة نائف البكري اليوم فعالية الرحلة الجماعية الترفيهية لستمائة يتيما ويتيما من أبناء الشهداء والتي أقيمت على حديقة فانسيتي بمدرية صيرة بتنظيم من مؤسسة الرسالة للتنمية الاجتماعية ومبادرة الشباب وأكد الأخ الوزير على أهمية الفعالية التي تأتي كأقل واجب لرعاية أبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل تحرير هذه المدينة من الميليشيا مشيرا إلى أن الوزارة ستعطل أولوية لرعاية الشباب وفي المقدمة أبناء الشهداء وفي كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة كما أشهد مدير عامي مدرية صيرة خالد سيدو بمنظمي الفعالية واهتمامهم بإدخال الفرحة والسرور على أبنائنا من الأيتام احتفالية في هذا اليوم الكريم في هذه الصباحية الطيبة وأن نفتتح عملنا في هذا المهرجان في هذه الاحتفالية الرائعة التي تقيمها مؤسس الرسالة برعاية من وزار شباب الرياضة من مجلس المقاومة شرف لنا أن نحضر مع هؤلاء الأبناء مثل ما كنا مع أباءهم الذين سطروا ملاحم من العز ملاحم من الكرامة للدفاع عن هذه المدينة مدينة عدن الباسلة التي اليوم ترى هؤلاء الأبناء أبناء هؤلاء الشهداء يحتفلون ويضحكون ويبتسمون وكأنهم اليوم يقولون لأباءهم ويقولون لهذه المدينة نحن سنصنع مستقبل مدينة عدن مثل ما صنع أباءنا مثل ما صنع أجدادنا مثل ما صنع هؤلاء الأبطال ملحمة النصر ملحمة البطولة وملحمة الاستبسال في مدينة عدن في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا هؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال وهذه الأسل التي حضرت اليوم دليل على استشراق مستقبل هذه المدينة التي اليوم أيضا السلطة المحلية متواجد دليل اهتمام على هؤلاء الأبناء وهذه المؤسسات وأيضاً إخواننا وشبابنا من أبناء المقاومة الذين حضروا يشاركون أبناء الشهداء الذين كانوا مشاركين معهم في مختلف القبهات التي ضحوا من أجل هؤلاء الرجال هؤلاء الأبطال نرى الابتسامة ونرى هؤلاء الشباب ونرى هؤلاء الأطفال نرى هذه المؤسسة الرائعة التي قدمت خدمات قليلة واليوم تتبنى هذه الزيارات وهذه الاحتفاليات نحن كقيادة الهادي المديرية في قمة السعادة بأن تتشرف مدينتنا بحسدان هذه الفعالية لأبناء هؤلاء الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس وقدموا أرواحهم في هذا الوطن في مقامتهم للغزاء في مدينة عدن ونحن مرة أخرى نقول أن أبناء هؤلاء الشهداء سيكون إن شاء الله أمانة في عناقنا وسنبدل الغالي والنفيس من أجل مصلحتهم وتربيتهم وعالتهم طبعاً اليوم نحن في رحلة ترفيهية وفراحية لتتنظم مؤسسة الرسالة بالتعاون مع مبادرة شباب راقي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة معالي الأستاذ نايف البكري ورئيس مقاومة في عدن ومشاركة عشر مؤسسات ومبادرات شبابية وشابة في محافظة عدن بإقامة هذه الرحلة تحت شعار إصنع بسمة اليتيم تصحب النبي الكريم دشنا محافظ عدن جعفر محمد سعد اليوم بدأ الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي حيث تفقد المركز الامتحاني بثانوية عبدالله محيرز للبنات بمديرية المعلاء إلى تفاصيل دشنا صباح اليوم محافظ محافظة عدن اللواء جعفر محمد سعد ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله لملس في مدارس محافظة عدن بدأ الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي حيث استهل جولته التفاقدية بزيارة المركز الامتحاني بثانوية عبدالله محيرز للبنات بمديرية المعلاء واطلع على سير الامتحانات كما تفقد ثانوية بكثير للبنات بمديرية صيرة وكل من المركز الامتحاني بثانوية البيحاني النموذكية للبنين وثانوية لطف أمان للبنين اطمأن على أبنائه الطلاب والطالبات في قاعات الامتحانات وحثهم على الهدوء والتركيز عند كتابة الإجابات على سئلة الامتحانات وكذا مضاعفة جهودهم لاستغلال ما تبقى من الأيام للمذاكرة حتى يتمكنوا من الحصول على نتائج مرضية كما حث المختصين بضرورة العمل بجدية وإخلاص لإنجاح العملية الامتحانية وتهيئة كافة الأجواء والمناخات أمام الطلاب والطالبات بما يسهل عليهم تأدية امتحاناتهم بنجاح متمنيا لأبنائه الطلاب طالبات النجاح والتفوق نحن سعادة جدا في زيارتنا في أول يوم من أيام امتحانات الثانية العامة وحيث وقدنا أن طلابنا مكتهدين مهتمين والنظام التربوي في أعلى مستوياته وهذا ما يجعلنا نطمن على رجلنا القادم ونتمنى من الله تعالى أن يوفق أولادنا ويتمكروا من التحصيل العلمي الذي يساعدهم على قيادة البلدنا في المستقبل القريب إن شاء الله شكرا من جانبه أوضح مدير عامي مكتب التربية والتعليم سالم مغلس أن مكتب التربية قد راع الظروف الراهنة عند وضع نماذج الامتحانات واستعاب الطلاب النازحين في المراكز الامتحانية مؤكدا بأن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي وصل إلى 9500 طالب وطالبة منهم 6000 طالب وطالبة في القسم العلمي و 3500 طالب وطالبة في القسم الأدبي موزعين على 64 مركزا امتحانيا في عموم مديريات محافظة عدن منها 35 مركزا امتحانيا لطلاب وطالبات القسم العلمي و 25 مركزا امتحانيا لطلاب وطالبات القسم الأدبي طبعا هذه الامتحانات تأتي بعد ظروف صعبة مر بها هذه المحافظة وطبعا وضعنا الأسئلة بما تتناسب مع الظرف الذي مر به طلابنا من الحروب التي مرت بها ولهذا عند مرورنا بالطالبات وقدنا في السبشار من قبل الطالبات أن الأسئلة كانت معقولة ولهذا سيكون هذا متجين للأسئلة الباقية ستكون في نفس المنوال تكون إن شاء الله سهلة نشتم طالباتنا أيضا أكثر تحصيل ومذاكرة وثابرة وكل شيء إن شاء الله بيكون على ما يرام وعلى صعيد متصل تفقد محافظ عدن يرافقه مدير عامي مديرية صيرة خالد سيدو صهاريج الطويلة ووجه بهذا الصدد الجهة المختصة بسرعة إعادة زراعة حديقة صهاريج وبناء الحوش الخارجي ووقف البناء العشوائي داخل حرم الصهاريج دشنا محافظ الضالع فضل الجعد عملية سير الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية الذي بلغ عددهم أكثر من 9200 طالبا وطالبة من مختلف مديريات وحث الأخ المحافظ الطلاب على المثابرة والاجتهاد في عملية التحصيل العلمي وتحملهم لكافة الصعوبات والمعاوقات التي تواجههم في هذه المرحلة مشيدا بالجهود التي يبذلها مكتب التربية وتعليم بالمحافظة من أجل توفير الأجواء المناسبة لإنجاح الامتحانات في جميع مديريات المحافظة أشهد محافظ أبيان الدكتور الخضر السعيدي بدور قيادات المقاومة في مديرية أحور وشقرة ودور الذي قام به رجال المقاومة في دحر ميليشيات الحوثي وصالح مؤكدا على ضرورة تضفر الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسكينة وفي الاجتماع الذي عقده اليوم مع قيادة المقاومة تم مناقشة عدد من القضايا التي تهم الجانب الأمني وتشكيل القطاعات العسكرية في إطار الأولوية المعتمدة وفق قرار فخامة المشير عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية في إدماج المقاومة في الجيش والأمن وعلى صعيد المتصل التقى المحافظ السعيدي بعدد من الشخصيات الاجتماعية والمواطنين ونقش معهم القضايا التي تهم المواطنين مؤكدا أن السلطة المحلية في المحافظة ستكون خير عون وسند لجميع المواطنين وستعمل على تخفيف معاناتهم نقش الأخ خالد الجعملاني وكيل محافظة عدن اليوم مع مدراء عموم المديريات في المحافظة ومدير مكتب البريد ومدراء الفروع في مديريات أوضاع الرواتب المخصصة لموظفية دولة وآلية تسليمهم عبر البريد وسمع الوكيل إلى المشاكل والهموم التي يعاني منها مدراء مكاتب فروع البريد حيث تم الاتفاق على تعيين مندوين لمراقبة طريقة عمل البريد إلى هنا وتنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية ختامها تذكير بأهم مجاة فيها رئيس الجمهورية يشيد بجهود الشباب في دعم الشرعية ويؤكد مواصلة دعم المقاومة حتى تحقيق النصر الكبير مجلس الوزراء يناقش عددا من الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمستجدات على الساحة الوطنية المقاومة تستعيد نجد قصين في تعز ومصر عددا من الميليشيا في قصفة لطيران في عدة مواقع ختم النشرة لكم أجمل أتحايا هدمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة